السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد فروى الإمامان البخاري مسلم من حديث أبي ريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله تسعة وتسعين اسم مئة إلا واحدة من نحصاها دخل الجنة ومن أسماء الله الحسنة التي وردت في الكتاب والسنة اسم الحي قال بعضهم ورد ذكر اسم الحي في كتاب الله تعالى خمس مرات في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي قوله تعالى في صورة آل عمران ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم والموضع الثالث في صورة طاها وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم الموضع الرابع في صورة الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الموضع الخامس في صورة غافر هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قال ابن جير الطبر وعندي في ذلك أن الله جل وعلا أخبر عن نفسه الحي أن له حياة دائمة لا فناء فيها ولا انقطاع بخلاف المخلوقات الأخرى التي تعبد من دون الله جل وعلا فإنها تتعرض للفناء والانقطاع فأخبر سبحانه أنه الإله الحق المستحق للعبادة وأن له الحياة الدائمة سبحانه قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الحي الكامل الحياة القائم بنفسه والقيوم القائم على شؤون خلقه بأرزاقهم وأحوالهم فالأول الحي جمع صفات الذاتية والقيوم جمع الصفات الفعلية انتهى أيها الأخوة الأفاضل من آثار الإيمان بهذا الاسم الحي أن الله تعالى أخبر أنه حي وأن له صفة الحياة الأبدية وأخبر جل وعلا أن الجن والإنس يموتون وكذلك سائر المخلوقات قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الليل يقول أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون ثانيا أن الله جل وعلا نزه حياته عن حياة المخلوقين التي يعتريها القطاع والفناء والنوم والنعاس والنعاس هو الذي يسبق النوم قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وكيف يأتيه النوم سبحانه وهو القائم على حفظ السماوات والأرض قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا روى مسلم في صحيم حديث أبي موسى الأشعري أن النبي قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع ليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهيليه بصره من خلقه قال ابن القيم رحمه الله هذا الإسمان الحي القيوم جمع جميع الصفات الذاتية والفعلية فالحي جمع الصفات الذاتية كالسمع والبصر والكلام والحكمة والعلم والرحمة وغيرها وأما القيوم فجمع الصفات الفعلية كالخلق والإماتة والإحياء والعزاز والإذلال والخفض والرفع وغير ذلك ثالثاً من آثار الإيمان بهذا الإسم الحي أن الله جل وعلا يعطي أهل الجنة الحياة الدائمة التي لا فناء فيها والانقطاع تكرماً وفضلاً منه سبحانه قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون حيوان يعني الحياة الدائمة الكاملة ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ونودوا أن تلكموا الجنة أوردتموها بما كنتم تعملون أرابعاً أنه يشرع للمسلم أن يسأل ربه بهذا الإسم الحي القيوم فروى التلميدي في سنن من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث قال ابن القيم والسر في طرد هذا الغم بهذين الإسمين العظيمين الحي القيوم أن الحي له صفة الحياة وهي متضمنة لصفة الكمال بل هي مستدزمة لها والقيوم جمع الصفات الفعلية ولذلك إذا قلت يا حي يا قيوم فأنت سألت الله جل وعلا باسمه الأعظم ثم قال ابن القيم في آخر كلامه وإن لهذين الإسمين العظيمين تأثيراً في كشف الكربات وإجابة الدعوات فروا أبو داود في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلاً يصلي ويقول في صلاته اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى اللهم رين الحق حقاً وارزقنا اتباعه اللهم رين الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك اللهم اختم بالصالحات آجالنا اللهم صلي وسلم على نبينا محمد